خلال لقائه مع وزير الخارجي الروسي وصف واي تطوير العلاقات الصينية الروسية بأنه خيار استراتيجي اتخذه الجانبان ولا يستهدف أي طرف ثالث ولم تزعجه قوى خارجية ومن جانبه أعرب وزير الخارجي الروسي سرغي لفروف عن استعداد روسيا لتكثيف التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون في مختلف المجالات أما في اجتماعه مع نظيره البرازيلي مارو فييرا فقال واي إن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والبرازيل وهو أمر مهم لتنمية العلاقات كما دعاء الجانبين إلى إدراك الأهمية الاستراتيجية لعلاقتهما الثنائية وتعزيز التعاون متبادل المنفعة ومن جانبه قال زيرا إن البرازيل تقدر دور الصين النشط في تعزيز تعاون بريكس مضيفا أن البرازيل مستعد لمواصلة تعزيز التعاون مع الصين على منصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وخلال لقائه مع القائم بأعمال وزير الخارجي الإيراني علي باقريكيني أربا ويني عن تعزيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجي حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية وقال إن صين مستعد للعمل مع إيران لدفع التعاون وتعميق التنسيق في الشؤون الإقليمية والدولية مضيفا أن الصين ستواصل دعم إيران والسعودية في تحسين العلاقات وفي المقابل قال باقريكيني أن إيران ملتزمة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وتحقيق تقدم جديد في علاقتهما كما أجرى واي محادثة مع نظيره الأثيوبي طايتسكي سيلاسي حيث قال واي أن أثيوبيا دولة إفريقية مؤثرة ومقر الاتحاد الإفريقي وسلامتها واستقرارها مهمان للمنطقة ومن جانبه قال أجرى سيلاسي أن الصين هي أكبر مظهر للاستثمار الأجنبي في أثيوبيا وأكبر وجهة للتصدير وأن أثيوبيا مستعدة للتعلم من تجربة التنمية الصينية وتعزيز تنمية أكبر في التعاون الصيني الإفريقي ترجمة نانسي قنقر